اللي حصل النهاردة ده دفع الرئيس لأن يؤكد أن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل شجاعة وتضحية ومستمرين في إنكار فريد للذات إيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته على فيسبوك إن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب بطبيعة الحال بيتقدم الرئيس للشعب المصري وقواته المسلحة ولكل أسر الضحايا بخالص العزاء وبيتمنى الشفاء العاجل لمصابين ربنا يا رب يرجعهم لأهليهم بالسلامة اللهم أمين